الآخر ما حكم معاملة أهل البدع من ناحية توقرهم ومتى يشرع هجرتهم لا يعني أهل البدع على حسب زكام بدعة يعني البدع الخفيفة التي يعني يتسامح فيها فلا مانع من التعامل معه وعطاءه ومكانته إنما لو البدع التي مكفرة ولا البدع الكبائر الكبيرة جدا في هذه الحالة لا أنا يعني توقيره بناء على إنه إنسان أوقره لعلة السن المقام الشبه وشيء لكن ليس لعلة بدعته هذا ممنوع شرعا لكن هذا لا يمنع من التواصل من باب إقناعه والحوار معه والعودة به إلى يعني مجال السنة والالتزام بها نعم